داخل فيلا قيد الإنشاء في ريف حلب الغربي في شمال سوريا يفترش عدد من الأطفال الأرض وسط غرفة بلا نوافذ ويصغون بعناية لمدرسهم بينما يدون آخرون وهم ممددون على بساط رقيق ما يتلوه عليهم ويقصد نحو مئة طفل وطفلة تراوح عمارهم بين ستة واثني عشر عاما يوميا مدرسة براعم الأمل التي افتتحت قبل شهر في منطقة ريف المهندسين في ريف حلب الغربي المتاخم لمحافظة إدلب ويتطوع أربعة مدرسين بينهم امرأة من أجل تدريسهم وانقطع غالبية التلاميذ وفق أحد المدرسين عن التعلم منذ السنوات وغالبيتهم نازحون من مناطق أخرى كانت تحت سيطرة الفصائل وتقدمت إليها قوات النظام بعد عمليات عسكرية واسعة على غرار مدينة حلب والغطة الشرقية في نيسان أبريل الماضي وهون المدرسة أقل للمنظمات عمت بعد أنها بسبب غربة على منطقة النزاع ودائما في خوف من القصف في خوف من الوضع ولوحت قوات النظام قبل أسابيع بشن عملية عسكرية واسعة على محافظة إدلب ومناطق محيطة بها بينها ريف حلب الغربي تحت سيطرة فصائل معارضة وجهادية وتؤوي المنطقة وفق الأمم المتحدة نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون